طبعا الزغلالة في العنين بتيجي من السكر لما السكر ما يتزبطش فترة طويلة عشان كده بننصح مرضى السكر يروحه مرة في السنة لدكتور العيون والعين سليمة حط خط تحت والعين سليمة حط خط تحت والعين سليمة السكر بيأثر على العين ويبوزها فلو لحقناها بدري مش هيبوزها بيأثر على الكلة ويبوزها ولو لحقناها بدري مش هيبوزها وانا قلتلكم الزغرالة في العنين ساعات يبقى سببها مشكلة في المخ تخيلوا لو تلحقت بادري ما يمعيش مشاكل خالص فالناس لما نقولها احمل اشعة مخطاعة المخ يقولك بتفاول علي لا انا مش بفاول عليك ده انا عايزك لو في حاجة تلحقها ولو ما فيش نتطمن ده العقل وده المنطق وده الحقيقة طيب الضغط والقلب والسكر احنا عايزة اقول لكم معلومة مهمة قد ايه السكر والضغط بيأثروا على الكلة كان زمان الفشل الكلوي في مصر بيمثله 20% سكر وضغط دلوقتي 50% سكر وضغط يعني اي حد لا قدر الله جاله فشل كلوي هيطلع يا السكر يا الضغط يا الاتنين اللي جابونه فشل كلوي تاني 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 نصلى على النبي صلى على النبي كمان زيد النبي صلى قول معايا اللهم صلى على النبي تخيل حضرتك ان نص الناس اللي بيخسلوا كلا دلوقتي الفشل الكلوي جالهم من الضغط او السكر او اللي اتنين مع بعض علما بان السكر لو تزبط والضغط لو تزبط ولا حيحصل فشل كلوي ولا حيحصل مشكلة العامة الضغط والسكر هما السبب الرئيسي في العامة في مصر السبب الاول فيبقى انت بتتكلم على ضغط لو تزبط وسكر لو تزبط انت حميت الناس من العامة ومن الفشل الكلوي